السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من عطاير مع طرق السيد واي ميديا. يمكن انا متأخر عليكم الفترة دي ما بظهرش كتير بسبب ظروف خاصة بطرق السيد شخصيا يعني وكمان بعض الامور داخل نادي زمالك اللي لسه ما بنتش ولسه ما وضحتش في الفترة القادمة. انما انما انا جاي لكم النهاردة بعض التفاصيل المهمة جدا. اللي بتهم كل ما هو زمالكاوي. وكمان عندي خبر كده خاص بالنادي الاهلي هنقوله بسرعة وتفاصيله والفايدة منه. وكمان هنتكلم عن وسوريو مكمل ولا مش مكمل. نخش في الموضوع على طول. خلينا نتكلم بصراحة ونتكلم بوضوح مع جمهورنا وجمهور الزمالك اللي بيحب يعرف مننا كل ما هو واضح وصريح خاص بنادي الزمالك. نادي الزمالك بعد انتخاب مجلس ادارة وبعد اول اجتماع مجلس ادارة اعلى عن بعد القرارات الخاصة به القرارات او الهايكل التنظيمي داخل نادي الزمالك من مشرف عمع الكورة من اللي هيشرف على الطايرة من اللي هيشرف على يد مين مين الكلام ده كله واعلنوا المتحدث الرسمي ويمكن المنظر اللي ظهر به مجلس ادارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي بنادي الزمالك بيقول اني نادي الزمالك جاي في خير كبير جدا في الفترة الجاية وان هيبقى في نظام يريق باسم ومكانة نادي الزمالك خلينا نتكلم بقى في المهم والكورة عشان الناس تبقى فاهمة والناس تبقى عارفة نادي الزمالك في دائقة مالية كبيرة جدا من الفترات اللي فاتت نادي الزمالك عليه او مطلوب منه في ما لا يقل عن من 200 ل300 مليون جنيه عشان يحل كل المشاكل بتاعة الالعاب الرياضية اللي داخل نادي الزمالك منها كورة القدم اللي هي بتتمثل في الغرامات ايه عقود وانا هتكلم معاكم ببعض التفاصيل في الحاجات دي خلينا نتفق ان النادي الزمالك عليه غرامة وعليه غرامة ودول بيعدوا حوالي بتاع التمانين مليون جنيه منهم او اتنين مليون دولار يعني حوالي بتاع من تمانين لمائة مليون جنيه يعني النادي الزمالك كمان عنده مشكلة كبيرة جدا 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 ايه هي عام طارق المشكلة بتاعت ان فيه مستحقات سابقة وده رقم كبير جدا الناس مش هتتخيلوا برضو بيعد حوالي من ما بين السبعين لتمانين تسعين مليون جنيه دي مستحقات سابقة تعالى كمان لخش للحاجة المهمة لسه فيه مستحقات الموسم الجديد وده برضو رقم كبير جدا 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 فخلينا نتفق ان النادي الزمالك عشان جمهور الزمالك يبقى فاهم وعارف كويس قوي ان الدنيا مش وردي قوي خاصة كمان ان الدنيا ان شاء الله بإذن الله هتتحسن يعني اه هتتحسن في خلال الفترة الجاية هتتحسن ان شاء الله نتفق القيد هيفق القيد نتفق اللي عليه الخاصة باللعابة في الفترة الجاية اه هيسد انما برضو الكلام ده كله هيخليني اتطرق لنقطة مهمة جدا ايه هي هل نتفق زمالك هيقدر يعمل ترانسفير قوي زي ما جمهور الزمالك وجمهور السوشيال ميديا بيكتب في الفترة اللي فاتت ان الزمالك هيجيب فلان والزمالك هيجيب وهيجيب 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 واسماء كتير جدا بتتقال على الساحة في السوشيال ميديا هل الزمالك هيجيب فيعمل الكلام ده انا هقول لكم بصراحة نادي الزمالك عنده ترانسفير من تلت لاربع لعيبة مش اكتر من كده والتلت اربع لعيبة دول ممكن يبقى فيهم حد فري بدون دفع فلوس لاي نادي لان اخدوا بالكم في الظروف المادية اللي بيبروا بيها نادي الزمالك ظروف صعبة جدا والناس بتحاول تحل وعلى فكرة انا قلت الكلام ده من قبل الانتخابات وبقولوا وهعيده تاني ليكو عشان تبقوا فاهمين نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت او مجلس ادارة نادي الزمالك اللي موجود حاليا كان بيخش او بيحل بعض الازمات المالية داخل الفريق في الفترة اللي فاتت من غير ما يكون موجود فيه منصب رسمي فالناس عندها استعداد انها تشتغل الناس عندها استعداد ان هي تعمل الناس عندها استعداد ان هي تساعد في الفترة دي لحل كل الازمات اللي موجودة داخل نادي الزمالك يبقى انا كده وضحت لكم الصورة كاملة خاصة به الظروف المادية داخل نادي الزمالك خاصة به بعض الصفقات اللي ممكن نادي الزمالك يعقضها الفترة اللي جاية وهي مش هتخطى للاربع لعيبة نادي الزمالك لازم يسد كل الفلوس الاول اللي عليه الخاصة به الموسم اللي فات والموسم الحالي للعيبة اللي موجودين حاليا لان برضو من حق اللعيب لحد الوقت ما خدش قيمة ما هو جنيه واحد من الموسم الجديد وليهم قريدي مديونيات من الموسم اللي فات في ناس لها عشرين في المية في ناس خمسة وعشرين في المية في ناس لها خمسين في المية زي الوينشي مثلا من الاسماء اللي قدامي فاحنا مش عايزين نخلي الامور بالنسبة للناس انها فاهمة ان ممكن ناتزة مالك يعمل ترانسفير قوي جدا انما انا بوعدكم ان الترانسفير هيبع على مراحل المرحلة الاولانية يناير ودي ما تتخطاش الاربع العيبة من الموسم اللي القادم ان شاء الله بازن الله هيبقى الترانسفير الكبير كمان في نقطة مهمة جدا انت هل الترانسفير دلوقتي مهمة جدا ولا انت تجدد لبعض اللعيبة المهمة في النادي على سبيل المثال مثلا تجديد فتوح على سبيل المثال تجديد اوباما على سبيل المثال تجديد محمد صبحي الاسماء اللي بتنتهي قردي عقدها او بيحقلها التجديد في اي وقت او في اي حتة فيما هو قبل او فيما هو بعد يناير القادم يبقى نادي الزمالك الاولويات ايه عنده دلوقتي الاولويات اسد الديون الاولويات ادفع مستحقات اللعيبة الاولويات ادفع او اجدد للناس اللي هي عقدها بتنتهي ويحقلها الامضة في يناير نيجي للموضوع المهم تاني لان برضو الناس بتتكلم فيه كتير قوي على السوشيال ميديا ايه هو اوسيريو مكمل ولا مش مكمل اوسيريو هيقعد ولا مش هيقعد خلينا نتفق ان اوسيريو عشان يمشي من نادي الزمالك دلوقتي مستحقاته القديمة والجديدة بتعدي التلاتين مليون جنيه او من تلاتين لعشرين مليون جنيه او من عشرين قصدي لتلاتين مليون جنيه طيب نادي الزمالك يقدر يدفع المبلغ ده دلوقتي اه يقدر طب هل مهم جدا ان نتز مالك يعمل الموقف ده او ياخد الموقف ده دلوقتي ومشي اوسيريو يديره الفلوس دي في ظل ان انت كمان هتضطر ان انت او تبقى محتاج ان انت تجيب مدير فني اجنابي تاني وتدفع له مقدم عقد يبقى برضو مبلغ كبير انما انا ما بقولش ان اوسيريو هيقعد لا اوسيريو عنده فرصة كبيرة جدا جدا في المطشين القادمين خاصة مطش زد ومطش فيه كاس مصر قبل نهائي كاس مصر دول هما العلامة الفارقة بالنسبة لأوسيريو هل اوسيريو هيكمل لو كسب المطشين قطعا هيكمل طب هل اوسيريو هيمشي لو لا قدر الله حصلت اي نتيجة سلبية في الفترة الجاية اكيد 100% اوسيريو هيمشي انما مجلس الادارة بيفكر في حتتين الحتة الاولانية ان انا اخد قرار دلوقتي بمشيان اوسيريو وادفع من 20 ل 30 مليون جنيه ما بين مستحقات قديمة وجديدة ولا اصبر شوية واددي له فرصته للاخر وفي الاخر يتاخد فيه القرار سواء بالمشيان او بالقعود او بالتكملة حسب حسب ما هنشوف الوضع بالنسبة لأوسيريو ايه في الفترة اللي جاي وكمان ندي له فرصته كاملة هو الجهاز الفني اللي معاه عشان خاطر عندنا مطشين مهمين جدا جدا بيبتنبتديهم يوم الجمعة ان شاء الله مطش زد وبعدين مطش قبل نهائي كاس مصر ضد نادي بيرامدز وهم دول اللي هيحددوا مصير اوسيريو انما انا بقول لكم في الاخر اوسيريو انا قناعتي بيش شخصية ان اوسيريو صحب جدا 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 باسلوب لعبه وبطريط لعبه بفترات غيابه وفترات سفره وان هو بيجي فجأة بيسافر والحاجات اللي بيحصل دي منه اعتقدش ما اعتقدش ان هو ممكن يكمل في نادي زمالك الموسم لنهاية الموسم لحين لحين تحسين الاوضاع داخل النادي ماديا وان الناس تحط ايديها على كل حاجة من داخل النادي من مشاكل او هم قريد يحطين ايديهم على كل المشاكل اللي موجودة داخل النادي انما بياخدوا وقتهم في حل كل مشكلة ما تفتكرش ان الناس قاعدة ما بتشتغلش لان الناس شغالة بجد بس بتاخد وقتها عشان تحل كل المشاكل اللي موجودة نيجي الموضوع بعيدة عن نادي زمالك شوية هو مش بعيد قوي بس انا هتبره بعيدة عشان خاطر الناس برضو تبقى فهمها محمد شريف وفكرة ان في مفاوضات من نادي زمالك معاه او الناس بتفكر ان ممكن محمد شريفي بقى موجود في الفترة الجاية داخل نادي زمالك محمد شريف لسه منتقل من نادي الاهل لنادي الخليجي السعودي وكان صفقة مهمة جدا بالنسبة لنادي الخليجي السعودي كل الناس قالت ان محمد شريف هيرجع من نادي الخليجي السعودي على نادي زمالك في يناير وان في مفاوضات وان في كلام كان في بعض الكلام ان محمد شريف ممكن ييجي فعلا على نادي زمالك ان محمد شريف اتفتح معاه باب المفاوضات من جديد من النادي الاهلي وان النادي الاهلي بيفكر يرجع محمد شريف في الفترة القادمة خاصة كمان بعد ظهور السيء جدا لعيب الفرنسي المنطقل في الصيف اللي فات للنادي الاهلي عن طريق نادي الالماني وان الراجل او مش مقنع بالنسبة لكل جمهور النادي الاهلي ومش مقنع بالنسبة لجمهور الكرة داخل النادي الاهلي وكمان للمدير الفني وللجهاز الفني للنادي الاهلي او لمجلس ادارة النادي الاهلي طب من هنا نرجع نبص الحاجة مهمة جدا ايه هي ليه محمد شريف ممكن يفكر او النادي الاهل يفكر على رغم اللي لسه سايبه من ست شهور احنا كان نادي الزمالك عر يوسف اوباما على سبيل المثال لنادي الحزم السعودي ورجع يوسف اوباما لنادي الزمالك على رغم الناس كلها كانت في الفترة الاولانية قبل ما يرجع يوسف اوباما او قبل ما يسافر لنادي الحزم كان جمهور الزمالك ناخم عليه جدا وحاليا اوباما من افضل اللعبة الموجودة داخل نادي الزمالك وبيقد بشكل جايد جدا وعامل فارق مع نادي الزمالك فممكن تصلح غلطك او النادي الاهلي بيحاول ان هو يصلح غلطه انا بربط لك الكلام ما بين يوسف اوباما وصفره وعودته تاني لنادي الزمالك ونفس الكلام ما بين شريف وعودته تاني للنادي الاهلي ان هو ممكن يرجع في الفترة اللي جاية للنادي الاهلي تاني والصفقة تتم بالنسبة لنادي الاهلي هل نادي الزمالك يخش في الموضوع حسب رؤية او حسب احتياجات النادي في الفترة الجاية والمدير الفني اللي موجود سواء سوريو او لو النادي زمالك هيجيب مدير فني تاني هيبقى محتاجينه ولا مش محتاجينه ممكن النادي زمالك خش في الصفقة ممكن النادي زمالك ما خش في الصفقة كل الكلام ده الايام الجاية هتبينهولنا وهتظهر الحقيق دي كلها وهنكون معاكم كمان فيها وهنحاول نوضحها لكم بشكل كويس جدا جدا على اساس تبقى جمهور الزمالك عنده دراية بكل التفاصيل الخاصة بفرقة الكورة والنادي ككل وكل الالعاب اللي موجودة داخل نادي زمالك انما احنا عادة هنتكلم في الكورة بس مش هنتكلم في حاجات تاني اللي هي بتهم كل جمهور الزمالك ان شاء الله باذن الله نادي زمالك يرجع ليه سابق عهده تاني ويرجع نادي زمالك يستقر هو الاستقرار الاداري حاليا اللي موجود داخل نادي زمالك هيفرق بشكل كبير جدا مع النادي وان شاء الله باذن الله كل الازمات اللي انا اتكلمت عليها او المشاكل اللي اتكلمت عليها اللي المجلس حاليا بيدرس او بيفكر او بيحاول يحلها بطريقة او باخرى وان شاء الله بإذن الله تتحل في خلال الفترة الجاية يرجع نادي زمالك تاني لسابق عاده وللتتويج في البطولات اللي بمشترك فيها وان شاء الله بإذن الله كل كل التوفيق لنادي زمالك في الفترة القادمة من هنا الحلقة بتاعتنا بتخلص من عالطاير مع طارق السيد واي ميديا كل التحية لكم وكل الشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة